أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى أرقام قياسية للمرة الأولى منذ عام 2016 وتسببت موجة الحر الشديدة في ارتفاع في درجات الحرارة في مراطق واسعة بما في ذلك أجزاء من وادي أوهايو والمنطقة الوسطى من المحيط الأطلسي وفي ولاية كاليفورنيا تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على حريق سايدس فاير الذي امتد إلى أكثر من 19 ألف فدان وفي ولاية أيوا تم توجه كافة الموارد المتاحة للمساعدة في الاستجابة للفيضانات في مقاطعة روكفالي حيث تم إجلاء جميع المنازل الواقع شمال الطريق السريع